طيب طبعا فيرال كونجنكتفايتس ده النوع الرابع من الانفكتيف كونجنكتفايتس طبعا هو الاقل اهمية فيهم بس احنا نقوله على السريع نحاول نقرأ كده لكنه اقل اهمية في اللي احنا اخدناه الحاجات التام من الكوست الفيرال كونجنكتفايتس زي طبعا اكتر واحد هو الادينوفيروس ممكن الهيربس يعمل وانتيره برضه كينك البكتر بتاعته كلام نفس اللي احنا اخدناه بعدها شوية برضه كلمة مميزة هنعلم عليها يعني مسلا كونجنكتفا هي بريميا و اديما وسب كونجنكتفا الاموريج او بتكي طبعا كلام احنا عارفينه قبل كده الارجة بريولكرا للمفنود نفس اللي قلناه في البريرانت كونجنكتفايتس ممكن نفتكر ان البريرانت كونجنكتفايتس كان فيها ووتر ديس تشارج وبالتالي يعني الجزئيتين دولات زيهم زي البريرانت كونجنكتفايتس بالزبط ان فيكون فيه بريولكرا للمفنود وفيه ووتر ديس تشارج بيكون عندي برضه بنكتيت ابثيريا كارتايتس لو احنا فاكرين في الشابتر الكورنيا كنا اخدنا ان لو حصل عندي في البريران في الكورنيا بيحصل ان اول حاجة بيكون عندي بنكتيت بعد كده استيليت بعد كده اميبك آلسر فده طبعا بتكون البداية لان طبعا يعني كلها جانب بعضها فلو جا عندي انفكشن فيرل هنا او جاي انفكشن فيرل هنا ما اكد يعني اكد يعني لو جاي انفكشن فيرل في الكونجنكتفايت فاكد هيعد عالكورنيا ويعمل اللي الكراتايتس فعشان كده ممكن نقول البنكتيت دي مميزة هنا لان نقول احنا برضو لو رجعنا شابتر الكورنيا هنأكلمة بنكتيت موجودة في الفيرل انفكشن مش ذات اهمية امن لكن نقرأ مش هنخسر حاجة انه موضوع سهل ممكن يتقلف هي كلمة واحدة ولا كلماتين مويزين فيه مش هيخسروا حاجة اينا مانجمنت armed prevention اللي هو personal hygiene Roy м الكثير ويستخدم مع artificial lubricant وفي حالة الـ 170 software بإستخدم Antiviral زي Cyclover نحفظ Cyclover ولمست common use ropriam الرئيس 분야 نحن كنا قلنا الأكيوت لا تتكلم عنها لأنه هي طبعا مش ذات أهمية كبيرة لكن برضو كورونيك انفكتيف واندى مجزات أهمية حتى نقراها مع نفسنا مش محتاجة لشرح لأن هي أولا المبتجف في الامتحانات أو حتى يتسائل فيها لكن نقراها على السريع كومتح فيها كلام مختلف هنلقها مع نفسنا وهنلقى كلمة تقريبا قريبة اللي قلناها قبل كده. ندخل على موضوع مهم جدا جدا جدا. اهم طبعا من الفيرل. اه يمكن هو اهم موضوع في الشابتر او يصنف كاهم المواضيع. هو التراكوما. في الدول المتخلفة بعض الشيء. هو بيكون سبب رئيسي عن حدوث العمى. طبعا هي موجودة في مصر بشكل كبير. طيب ديفنيشن كرونيك انفيكشوس. اه فوليكولر كيراتو كونجنكتفايتس. سميناها كيراتو كونجنكتفايتس. لان التراكوما تأثيرها دلوقتي زي ما نشوف في كينكالبكتر. بيشمل القرانية وبيشمل كونجنكتفايتس. عشان كده بنقول فوليكولر كيراتو كيراتو معناها القرانية كونجنكتفايتس الملتحم. فوليكولر يعني بيتكون فوليكولز والفوليكولز دي لها تأسيمة هنشوفها بعد شوية. اذا الديفنيشن ده هنحفظه احسن لما نذاكر الموضوع كله. يعني الوقت ممكن يكون الديفنيشن مكانك على شوية فوليكولر كيراتو كونجنكتفايتس. اذا انت لما تكترى الموضوع هتلقى بوساطها الشديدة. احنا ممكن حتى نقول العناوين اللي هنقولها في الموضوع من الديفنيشن فوليكولر يعني فيه هنلاحظ ان فيه فوليكولز بتتكون في القرانية وفي الملتحمة. وبالتالي فوليكولر كيراتو كونجنكتفايتس. كاراكتريست باي. فوليكولز وبابيلي تمام من الديفنيشن. بصب ابسيلي سيلور فريتريشن طبعا ديت المرحلة السابقة لاي فوليكول وبابيلي. ان احنا قلنا من شوية في اول الشابتر لما كنا بنفهم المصطلحات الفرقة بين الفوليكول والبابيلي والجاينت بابيلي. قلنا في اول فيه عندنا الفوليكول بتتجمع شوية كده تقوم ترفع عندي طبقة الابسيليم. وبعد كده كانوا عندي بابيلي ان هي بتكبر قوي كده. وبعد كده في عندي جاينت بابيلي بيحصل عندي بلورفليشن ابسيليم. بنرجع للكلام ده ونسمعها تانية لو احنا ناسين. طيب البانس فورميشن. طبعا ده مصطلح. ما قلنا هوش قبل كده. لكن هنشرحه دلوقتي. وهيليك باي فايبروزيس. دي بترقى مرحلة اخيرة من هذا المرض. آآ الاتيولوجي والباسولوجي بتاعتهم طبعا يعني مش مهم من قوي. لكن يستحصل نعرفهم عشان نكون فاهمين الموضوع بيتكلم ازاي. لكن طبعا الاهم حاجة في الموضوع هناك الكمبيليكيشن والكلينكالبيتش. الاتيولوجي كوستيف ارجنزم يكون عندي كلاميديا تراكوميتس. الكلاميديا تراكوميتس ديت يعني العلماء او الدكاترا اختلفوا في تصنفها هل هي بكتريا او فيروس. عشان كما بنسميها اتيبكال فيروس. والسبب في ان احنا سميناها اتيبكال فيروس ان احنا لقينا فاها شوية تخاص من البكتريا على شوية تخاص من الفيروس. زي ايه مثلا? اولا حاجة ان هي ومعروف ان هي اكبر حجما من الفيروس واصغر حجما من البكتريا. فالعلماء محتارين يصنافوها ايه. ايه تاني حاجة ان هاي تحتوي عادين ايه و ار اي ن ايه ودي تطبعا خاصية من خاص الفيروس ان يكون في ار اي ن ايه. طيب ثلاثة حاجة عندنا index cell wall. دي تخاصية من خاصة البكتريا ما فيش فيروس عنده رابع حاجة لاحظوا انه هي ستة والتو الانتبيوتيكس يعني هي كزا هي زي البكتيريا ريكورنس اس كومون الفيرل بيبقى ريكورنس في حالات زي الهيربس مثلا وبالتالي احنا سميناها اتيبيكال فيروس يعني مش هيرزمنا مجرد ان احنا نعرف لسميناها كده مش اكتر فادي مالوات عناها بردسبوزنج فاكتور كلام فاضي يعني لوسوشو ايكونوميك و انديميك ارياز يعني المناطق اللي مش نضيفة و المناطق اللي مفاش اهتمام بالصحة البسولج بتاعتها للفاهم مش اكتر اللي بيحصل عندي فيه عندنا طبعا الكلاميديا تراكوميتوس بتبقى ابثيليوتروفيك يعني بتحب الابسيليم بتحتوي على الحقيقة اسمها المنتري بودي المنتري بودي دوت عبارة عن core of DNA سراويند بايبروتين كافر الكوروف DNA اللي سراويند بايبروتين كافر اللي هو اسمه المنتري بودي بيخش جوه الابسيليم بتاع الابسيليم يبدأ يتكاثر لحد بعد كده يربشر و يطلع لبرا المنتري بودي صغيرة تانية تخش على الابسيليم و يعمل لها انفكشن انسو اون ديك فكرة المرض ببساطة يعني البسولوجي بتاعته طيب كنين كان الابسيليم وهي طبعا الموضوع او اللي هي النقطة المهمة في الموضوع ده فيه عندنا كونجنكتايفل ساينز و فيه عندنا كورنيال ساينز كونجنكتايفل ساينز بنقسمها على تقسيم كده لعالم اسمه ماككولين ماككولين كاسفيكيشن قسم الاعراض اللي بتظهر على الملتحمة في مرض التراكومة لكزا درجة بحيث ان احنا ما نشوف شيء معين بنقدر نعرف هل المرض ده في اي درجة هل هو في تي واحد او في تي اتنين او في تي تلاتة او في تي اربعة او في تي اربعة لها اسم تاني اللي هو الاند بوينت طيب اللي بيحصل عندي في تي واحد بالترتيب كده طبعا في الاخر كده هنقول مصيحة صغيرة عشان نقدر نحفظ الكلاسيكيشن ده بسرعة لكن احنا هنشرحه كده الوقت عادي تي واحد انفكشن ده سيرل الفيليشن طيب كلام عادي يعني اما يخش الالغانزم في بين الابسلية بتاع الابسلية بتاع الكنجنكتائفة بيحصل بيتلمى حوالي الابسلية بتلمى حوالي الاميون سيلة اللي هي سيرلينفلتريشن طيب بيتكون عندي سابابسلية اسمول بنبوينت جريش فوليكلز وز اسنتر مونو نيوكليار سيلز سيرلوندت باوينفوسايت مالتينيوكليار جيانت سيلز و情يت بز participة نعتبر أنكم لم مراقم ممكن ان رأيك قرر بالمينتر باوينفو예 ممكن ان يراحظ ملوس الملوس مالذي الموجودةش ادخل جوة الشلي انت Penguin سيت تبقى formation ننتج دول truth جوه. السل. يعني باختصار التي واحد اللي بيحصل فيها ببساطة اننا عندي مسلا ده الابسيليم كده. كان سليم في امان الله. دخل عندي هنا كلاميديا. بعد شوية الابسيليم. بدأت تتجمع هنا اليمفوسايت اليمفوسايت عشان تحوط الكلاميديا. او تحوط الانفكتد سل. وبالتالي حصل عندي كده. بس. هو ده المنزر اللي حصل عندي. ده هو عبارة عن ايه. اماتيور. ايليفيتد. جريش. سمول بينبوينت. ايليفاشن. اللي بنسميها فوليكل. طيب. ايه ديت بتبقى منزرها عاملة بمنزر ده. بتكون لسه شايفين هنا نقطة بيضة هنا. نقطة بيضة هنا. وهنا برضو نقطة بيضة. لسه مجرد ايه بينبوينت ايليفاشنز او بينبوينت فوليكلز اماتيور. طيب. التي اتنين. يعني دي كانت مرحلة تي وان. تي تو بقى بنقسمها لمرحلتين. لكن هي يعني كنوع من الدقة في تي تو اي و تي تو بي. اللي بيحصل بساطة كبر اللي احنا عملنا قبل كده. يعني كبر الفوليكل خلالها تكبر شوي. فهتبقى بدل ما هي جريه هتبقى بينكش. لانها كبرت حبة. وبعد ايه كانت نان اكسبريسبول. دلوقتي طالما كبرت شوية. واحد هيقول لي الفوليكل خدنا في الاول ان هي نان اكسبريسبول. ماشي بس هنا فوليكل يعني ايه? بدأت تتحول لبابيلي. يعني تي تو عندنا تشمل حاكتين بتشمل لارج فوليكل وبابيلي. يعني تقريبا هم قريبين من بعض. فالفوليكل هنا دخل على مرحلة البابيلي. فتبقى اكسبريسبول. يعني ما هيش عاملة كده. يعني كده عصاتها ارتفاع بسيط. لا هي مش عاملة كده. لا هي عاملة كده. ارتفاع عالي. هي دي الفوليكل. والبابيلي طبعا او ديت الفوليكل. انلارجت فوليكل. لنما هنا البابيلي طبعا زيها زي الفوليكل لكنها ايه? اكبر بقى. بتبقى ايه? الفوليكل اللي احنا خدناها في الاول خالص. شرحناها في الاول. بابيلي فورميشن ديوتو انجيز فلتريشن بيزيد عندي دخول الليمفوسايت. باضافة ان اللي بيحصل عندي ان بلاد فيسلز عمالة تكتر جوه. وعمالة تزود حجمها. والبابيلي بتكون صوفت وفاسكولر وبنكش بنكش خلاص لان بقى فيها بلاد فيسلز كتير والصوفت عشان بلاد فيسلز طريه بطبيعة. طيب.